الشراكة الآن في حال التأمين من الذي يدفع المؤمن عليه؟ اليوم العامل والوافد يدفع من جيبة 50 دينار لوزارة الصحة مباشرة ويتلقى الخدمات لكن الفرق أنه عندما يأخذ أدوية سيدفع مبلغ وقدره عندما يسوي أشعة سيدفع مبلغ وقدره عملية سيدفع مبلغ وقدره أما في حال تفعيل مستشفيات الضمان وهذه هي البشرة لإخواننا الوافدين نقول لهم أنتم ستتلقون رعاية صحية ممتازة بجودة عالية وكذلك تكاليف مخفضة لماذا تكاليف مخفضة؟ صحيح أنهم سيدفعون 130 دينار لكنهم سيدفعون لا للأدوية ولا للعمليات ولا للإجراءات الأخرى سنويا سنويا نعم وتغطي جميع احتياجاتها سواء عملية شنو اللي ما يغطيها التأمين؟ نعم اللي ما يغطي التأمين أولا حسب مرة ثانية الاتفاقية بين أو المزايدة اللي على أساسها تأسست مستشفيات الضمان أن شركة مستشفيات الضمان راح تقدم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية أما الرعاية الصحية الثالثة أو المستوى الثالث أو نسميه أحيانا التخصصي ترشري اللي هي مثل بعيد عنك السرطان أو القلب أو بعض التخصصات المتقدمة هذه راح تظل مع الدولة مع مستشفيات وزارة الصحية فإحنا راح نحول المريض ورح نتكفل في بعض التكاليف هذه ممتاز نبي نتكلم عن جودة الاختيارات وبيئة المنافسة بين مستشفيات الضمان ووزارة الصحية يعني ما في منافسة أخي أحمد لكن كجودة معايير الجودة حددتها وزارة الصحية فإحنا ملتزمين في هالمعايير وعلى أساسه إحنا استوفينا كل الشروط المطلوبة لترخيص مستشفياتنا ومراكزنا الصحية بالإضافة إلى أن مستشفيات الضمان معتمدة على معايير عالمية فعلى سبيل المثال إحنا معتمدين لإعتماد الأمريكي أو ما نسميه بالجي سي آي الجوين كوميشن انترناشنال هذه منظمة عالمية أساسها ومركزها في الولايات المتحدة لإعتماد الجودة الصحية فإحنا مراكزنا كلها تم الاعتراف فيها من الجي سي آي وحتى مستشفياتنا أثناء التصميم كنا نراجع كل تصاميمنا مع الهيئة هذه وإحنا بإذن الله مخططين على اعتمادها كذلك اعتماد هذه المستشفيات عن طريق الجي سي آي بإذن الله قريبا بالإضافة إلى أن احنا معتمدين على معايير الصحة الرقمية عندك أنت معيار من مؤسس اسمها همز هي مؤسسة عالمية لإعتماد جودة الرعاية الصحية الرقمية فبالتالي رح تلقى عندنا الملفات الإلكترونية الصحية موجودة مرتبطة بالأجهزة الطبية مرتبطة بالأشعة عشان نقدم خدمة سلسة للإخواننا الوافدين والمؤمن عليهم وكذلك نقلل المخاطر المصاحبة لعملية الرعاية الصحية